يعني حملة مداهمات واسعة شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مناطق الضفة الغربية طالت مدن جنين تول كرم سلفيت قلقيليا رامالة بيت لحم وكذلك ايضا الخليل طالت حملة اعتقالات واسعة شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي تركزت على وجه التحديد في مدينة الخليل اثناء ملاحقة منفذي العملية حتى هذه اللحظة ما اعلن عنه نادي الاسير الفلسطين اعتقال اثنى عشر مواطنا في مدينة الخليل من بينهم اثنين من الفلسطينيين قال الجيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان لجهاز الشباك وخوات حرس الحدود انه ضمن عملية استخباراتية تمكن الجيش والوحدات الخاصة من عناصر اليمام الوصول الى منفذي عملية اطلاق النار التي تربطهما صلة قرابة عائلية حسب بيان جهاز الشباك بالاضافة الى ان التحقيق الاولى وفق بيان جيش الاحتلال الاسرائيلي ان المتهمين والمعتقلين اعترفا بتنفيذهما العملية والربط بشكل مباشر بتنفيذ العملية كما تم مصادرة سلاح آلي من طراز ام 16 خلال عملية المداهمة في القليل بخوات كبيرة جدا اكثر من 50 آلية عسكرية حاصرت منزلا وطالبت من بداخله عند ساعات الفجر الاولى بتسليم انفسهم ليخرج لاحقا جهاز الشباك والجيش الاحتلال الاسرائيلي ببيان يقول انه تمكن من اعتقال منفذي العملية على الرغم من ذلك المدينة الخليل لا زالت مغلقة محاصرة من كافة المناطق والاتجاهات كل الطرق المؤدية الى الخليل تشهد اغلاقات على مداخل حلحول دورة بيت امر بن نعيم كل هذه المناطق المحيطة بالخليل مغلقة بشكل تام بالاضافة الى استمرار اغلاق طبعا مداخل الخليل الرئيسية وسط حالة من تجديد الاجراءات العسكرية تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين واعاقة تنقل الفلسطينيين صباح هذا اليوم حتى ان لهذا اليوم اعلن من قبل مديرية التربية في الخليل عن تعطيل الدوام المدرسي نتيجة هذه الاجراءات العسكرية الاسرائيلية في بقية مناطق الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقل خمسة فلسطينيين من مدينة نابلس واعتقل ستة فلسطينيين في مدينة قلقيليا واعتقل ثلاثة فلسطينيين في مدينة تول كرم بالاضافة الى اعتقال نحو اربعة فلسطينيين في مدينة جنين في جنين صباح هذا اليوم دوريات عسكرية اسرائيلية اقتحمت بلدة الزبابدة الى الشرق من المدينة اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال تخلى لها استهداف جيش الاحتلال بعبوات محلية الصنع رد جيش الاحتلال باطلاق رصاص بشكل كثيف اصابة حرجة لالفتى عثمان ابو خرج ستة عشر عاما في الرأس وكذلك ايضا في الكتف نقل الى مستشفى الرازي بمدينة جنين في وضع صحي صعب وحرج لالغاية نتيجة الاصابة الدقيقة التي تعرض لها في الرأس والكتف نزف كميات كبيرة من الدماء وصل الى مستشفى الرازي حاولت التواقم الطبية انقاضه الا انه مع ساعات صباح هذا اليوم اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده متأثرا باصابته ليرتفع عدد شهداء هذا العام منذ بداية هذا الشهر فقط نتحدث عن اغسطس عفوا عن نوفمبر عن طبعا سبعة عشر شهيدا في الاراضي الفلسطينية منذ بداية شهر نوفمبر في الاراضي الفلسطينية يضاف طبعا الى عدد من الاجراءات العسكرية الاسرائيلية المستمرة حيث تعرض جيش الاحتلال الاسرائيلي وفق بيان لكتيبة تول كرم كتاب شهداء الاقصى الرد السريع لعمليات اطلاق نار خلال اقتحام مدينة تول كرم واستهداف بعبوات وبالتأكيد ليلة ساخنة وارقام يعني حتى نادي الاسير الفلسطيني يتحدث عن الحصيلة الاولية تسعة وعشرين حالة اعتقال في الاراضي الفلسطينية واشار الى انها حصيلة اولية انها قابلة للارتفاع لان هناك تبليغات مستمرة عن حالات اعتقال في مناطق الضفة الغربية بعد حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق طالت عدة مناطق في الضفة الغربية